أهلا ومرحبا بكم مشاهدنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة ثورة الحادي عشر من فبراير في الذكرى التاسعة لانطلاقها ما زالت شرارتها مشتعلة في أعماق شبابها وشيوخها ونسائها رغم المحاولات الكثيرة لإطفائها وإيقاد شعلة نيران الحروب بدلا عن شعلة الحرية السلمية التي رفعها الثوار في كل ساحة الثورة على امتداد خارطة الوطن حملت الثورة أهدافا نبيلة من أجل تغيير ملامح النظام الاستبدادي والعائلي ونظام حكم الفرد الواحد ليكون الحكم للشعب ولينعم أبناء البلاد بالحرية والعدالة والمساواة خلال تسع سنوات مرت الثورة بمنعطفات كثيرة ووجهة عقبات أكثر تجاوزت بعضها وما زالت تهدم بعض الصدود التي شيدتها الثورات المضادة في طريقها عن ثورة الـ 11 من فبراير في ذكر انطلاقتها التاسعة سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع لكن مشاهدين الكرام قبل البدء باستقبال اتصاداتكم ومشركاتكم نتابع بعض التصريحات التي أخذها مراسلنا من الشوارع اليمنية فبراير الثورة التي خرج بها الشعب المسالم للمطالبة بجميع حقوقه لكنه قُبل بالقمع والرادع لكن هذا الشعب لم يستسلم وأبى إلا أن يخرج المخلوع من سلطته الظالمة والمستبدة وأيضا هناك انقلابات على الثورة التي خرج بها الشباب وعودة إلى وسط الثورة من قبل النظام المخاء السابق بلباس الثورة فقط لإفشال الثورة وعدم إنقاحها ثورة 11 فبراير هي ثورة شبابية بحتة لكن عندما الأحزاب اليمنية اغتصبوا هذه الثورة ضاعت مطالبها انتظرت أهدافها ضاعت أهداف الشباب قموحاتهم ثورة 11 فبراير كانت ثورة أول ثورة شبابية سلمية وحدت الشعب اليمني كاملا بهدف واحد هو الخروج ضد الظلم والاستبداد العائلي في اليمن خرقوا بعد كمية من القوع يعني بعد القرعات التي كانت في اليمن بعد المقاعة بعد البطالة خرقوا يعبرون عن مشاعرهم سلميا لكن قبلوا بالطغيان قبلوا بالظلم قبلوا بالضرب من قبل الحكم العائلي ولكنها الحمد لله حققت أول أهدافها وأتمنى أن تكمل هذه الثورة أن تكتمل وتكمل أهدافها كاملة وهي استكمال عن رأي لثورة 26 سبتمبر وأتمنى أن تكتمل هذه الثورة ويعوم اليمن السعيد ويعود إليه الأمن والاستقرار وفي اغتائز خاصة وفي اليمن عامة وأتمنى لكم ثورة أهلا بكم جديد مشاهدين الكرام ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة ومعنا من صنع الصحفي محمد المياحي مرحبا بك محمد مساء الخير مساء الخير لأستاذ الزهدين والجميع الشباب في فبراير عالم سجد الوطن فبراير مجيد يا محمد محمد بعد تسع سنوات من فبراير وبعد ما كل ما آلت إليه الأوضاع في اليمن ما الذي تريد أن تقوله لفبراير في ذكرها التاسعة وأنت من شباب الثورة لماذا لما زلت تتمسك وتؤمن بفبراير في الحقيقة بعد تسع سنوات أشعر بني أكثر يتواجسكم بالنزادي في فبراير وخير في فبراير هذا الوقع السيء الذي نعيشه اليوم بعد تسع سنوات من الثورة وأكثر جديد بشكل يقيني على أن قيار الثورة كان خيارا حقايا وأنا نستطيع أن نعيش في نظام من يبني ذرع نظام الذي مدرد فقط رات النظام انهارت ذرع يعني الورع الصييب الذي نعيشه يزيدنا كما تقدمنا نوئب أهل وأعيش من أخوار للثورات والمآلات هذا هو طبيعي أنا أعتبر أن هنالنتوره على مدى الطريق كما كانت من تحقيق أحداثها بثلاثة عادة الأنظمة التي تتطور عليها الشعوب لا تستطيعون بسهولة مئة ناور ومصادر قوة وتعمل على شرطات الثورات وتعمل على تركيز الواقع وتعمل على تقاولة اتحاد امتازها من دليل هذا طبيعي جدا مسار الثورات يعلمنا أن أي ثورات مسارها متجدد ومتطاعر في كبير من الاتصارات والاتصارات والخيبات والمجاحات والإخطاءات هذا طبيعي جدا هناك أخطاء وقعات ثورات هناك الكلاثات كبيرة ولكن من حوث المبدأ قولنا الثورة بجبراير الأحقاص التي حاركت من الثورة كانت أحجابا مبيلة وما زالت أحجابا مبيلة سواء في حالة انتصارنا وانتصارنا في كل الحالات هناك مرض ما قلنا دي السبب والنتيجة النتيجة التي آنفت بها الأمور ليس تحديث في جبراير لذلك تتآمر على جبراير بذلك معنا أول ما أنا أعزل اليوم والمآس ومآلات طبيعة ديستان هي ليست متاحة الثورات ومتاحة الإنسان على الثورة وهذا ما يجعلنا نؤمن بأن الحل الوحيد هو العودة إلى تبرير وقير تبرير وجنعة تكون حكلة لمسار الغلد وهي المنطقة الوحيد لنا جميعا نعم محمد كان من الغريب والملاحظ في السنوات الأخيرة أن من كانوا جزء بالأمس من الثورة اليوم يتنكرون لها ويشاركون من كانوا ضد الثورة في البداية بتحميلها ما آلت إليه الأوضاع كيف يمكن لأشخاص كانوا جزء من الثورة مشاركين في الثورة يحملون قيم الثورة يتنكرون لها اليوم ويحملونها كيف يمكن فهم هؤلاء الناس أنا أعتقد لا أعزب سائر أبطي يخل كلبه أي شخص أنا يقول أنه من زل سواء تبراس فتأكر لها هذا إلا واحدة من اثنين إلا أنه وعره البطيس ون يسعزه بفهم أن ما يحدث الآن لا على حضره ببراير أو أنه شخص تحولت مصالحه كان يرى الثورة أنها فاتحة عهد جديد وأراد أن ينضمي لها لتحقق مصالح بعيدة وعندما رأى ببراير تحقق صبيلاً تضربها ونضمي لها مع أسكر الآخر أما أنها تقاتل ببراير وهي لك تنقل من القطن يعني هل ببراير كانت حالة تورية شعبية عكوينة أرجى تطار في السوحة تعملها لكنها لم تتمسك بالقطنة تطار في السوحة يعني لن يتحول ببراير إلى مشروع عاكم كي تدينوا وتحملوا المعالات أنا أعتقد يعني هم يدينون أنفسهم أكثر ما يدينون السوحة لأن المباتين هم مباتين كانوا يدعوون عنهم وعلمها يعني كان يقول لي أنه ذن شباب السوحة وذن صليفنا واسع ومين بإعجابها السوحة كانت مؤمرة كثيرة السوحة لم تتمكن نعم إذن الصحفي محمد الميحي كنت معنا من صنع أشكرك جزيلا شكرا أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة مشاهدين الكرام اتصال آخر هذه المرة من إسطنبول معنا أنس الحجري مرحبا بك أنس مساء الخير وفبراير مجيد مساء النور أهلا وسهلا بكم أهلا بك أنس في الذكرى التاسعة لفبراير ما الذي تود أن تقوله نعم في البداية اسمحوا لي أن أقدم تحية الثورة والحزية لكل اليمنيين والأحرار في كل أنحاء العالم وفي الداخل اليمني ثورة 11 من فبراير هي امتداد ثورة تبتمبر ومن يظن غير ذلك فهو جاهل لذلك هذه الثورة كان يجب أن تقوم كنا نكذب على أنفسنا حين نقول أننا نمتلك جمهورية كانت جمهورية بالإسم فقط والعائلة هي التي تحكم وأبناء المنطقة الفلانية هم من يتلمون أغلب المناصب الحساسة في الدولة دون غيرها أنا شاركت في هذه الثورة وما جلت مؤمنا بما فعلت ولو عادت مرة أخرى لشاركت فيها غير ناد يكفينا يكفينا وجع يكفينا هموم دليل الذي أقوله هو الأوضاع الحالية إن كشفت الأمور التي كنا نحاول أن نوضحها للشعب اليمني الجيش العائلي الحكم العائلي منظومة الإدارة الفاسدة والسلالية والمناطقية والتهمش لبعض المدن دون غيرها كل هذه كانت أسباب كافية لأن تكون هناك ثورة أهدافها سامية ثورة حقوق وحريات ثورة يجتمع فيها الشعب اليمني ليقول كلمته نعم الناس ربما كان نموذج الأنجح من الثورات الربيع العربي هو ربما نموذج تونس ما الذي كان ينقص ثوار اليمن أو ما هي الأخطاء التي وقعت بها الثورة في اليمن أو ما الذي تسبب بأن لا نصل إلى النتجة التي وصلت إليها الثورة في تونس طبعا هناك فرق ما بين الشعب اليمني والشعب التونسي هو مستوى الفهم والوعي الوطني والقومي الشعب التونسي مثقف وواعي ويعرف حقوقه وحرياته جيدا بينما الشعب اليمني لم يكن على ذلك القدر من التعليم والثقافة وإذا رجعنا إلى الأسباب فنجد أن النظام الذي قمنا ضده بثورتنا كان هو السبب الأول وراء تجهل الشعب اليمني لذلك لم تكن الثورة ناجحة بالمستوى الذي أريد لها ولم تحقق أهدافها كاملة وهذا هو السبب الأكبر بنظري نعم تتحدث أنس عن أهداف الثورة تقول لم تحقق أهدافها كاملة ما هي الهداف التي حققتها الثورة لأن هناك من يقول ما هي الأهداف التي حققتها الثورة لم تحقق أي شيء يكفينا من ثورة الحادي عشر من فبراير أنها خلقت وعي وطني وقومي في اليمنيين يعني كان هناك مخاوف كبيرة وكان هناك استبدال يعني من قبل مناطق معينة ومن قبل عائلات معينة هي التي تحكم الآن المبادئ تغيرت يعني نعم أصبح اليمنيون يعرفون ما لهم وما عليهم يعني تغيرت الأفكار وهي الأهم لبناء الدولة المدنية المنشودة نعم أنس من يتحمل من هو الطرف الذي يتحمل ما آلت إليه الأوضاع بعد فبراير طبعا يقول البعض أن ثورة فبراير هي السبب الذي أوصل اليمن إلى ما هي عليه الآن وهذا عذر واهي يتذرع به ضعفاء النفوس الذين لا يعرفون معنى أن تكون حرا وأن تكون لك دولة يتم تدولها سلميا أو أنهم جهل لا يفقهون الواقع اليمني دعونا نعود إلى الماضي قليلا أليس الجيش العائلي هو الذي ساند الحسيين لاشتلال قمع وأعني اشتلال بالمعنى الحرسي للكلمة طبعا وكذلك أليس صالح هو الذي تحالف معهم وسلم لهم الدولة على طبق من ذهب لماذا إذن نكذب على أنفسنا ومحمد الشباب في فبراير الذين فرجوا بصدور عرية يطالبون بحقوقهم من دون أن يكسروا عودا ولا يهدموا مضمع هؤلاء الذين انقلبوا على الدولة والذين ساعدوهم هم من قمنا بالثورة ضدهم وإن كانوا معنا في البداية فقد انقلبوا على ما نريد عليه في النهاية الدولة المدنية والعدل والمساوى وإزالة المناطقية والعرقية التي يدعيها البعض هي منظم الأحداث ولم تكتمل الثورة إلا بتحقيق كل هذه الأحداث نعم إذن أنس الحجري كنت معنا من الصم شكرا جزيلا لك مشاهدنا الكرام اتصال آخر هذه المرة من القاهرة معنا وضح الجليل مرحبا بك وضح مساء الخير وفبراير مجيد مساء الخير لك ولجميع المشاهدين وفبراير مجيد وعزنا لكل شهداء أهالي شهداء ثورة فبراير مجيد نعم وضح بعد تسع سنوات من فبراير وبالنظر إلى وقع الأمور على الأرض خلال هذه السنوات ما هي أهم الدروسة التي يمكن للأجيال الاستفادة منها من خلال هذه التجربة نعم ثورة فبراير تبقى ملهمة للمجمين وكافة الأجيال كانت هي النحظة التي اتحدت فيها جماهر اليمن في كل مكان من أجل الحلاث من النظام نظام علي عبدالله صالح العائد والمناطقي والطائفي أيضا كانت لحظة مصفلية ونتذكر أن كافة اليمنين الذين حاول نظام علي عبدالله صالح صناعة التمزق والشتات بينهم وصناعة الحروب والنساحة كانوا في لحظة في ذلك العام وفي تلك اللحظة كانوا في صف واحد وعلى قضية واحدة وعلى هم واحد من المؤكد أن لأي ثورة أخطاء كثيرة وكان اليمنيون في 2011 ينطلقون بسلقايتهم وبساطتهم لم ينتجهوا للكثير من الكمائن التي وضعت في طريقهم والتي وضعتها قوى سياسية بعضها كانت حليفة لعري عبدالله صالح ونظام وبعضها أتت من خارج هذا النظام أحد تلك الأخطاء وأكبرها هو تسليم تسليم قيادة الثورة لأحزاب سياسية كانت في البداية تطالب كانت الجماهب تطالب بإصلاح النظام كانت هذه الأحزاب تطالب بإصلاح النظام وعندما وجدت أن شبار الثورة قد تجاوزوها وأصبحوا رقما موجودا في الساحة وأن النظام نفسه أصبح يخشاهم ولم يعد ينظر لهذه الأحزاب ذهبت هذه الأحزاب والتحقت ركيبة موجتها ثم أدخلتها في طورة المفاوضات السياسية بالتأكيد ليس الخطأ أن تتحق الأحزاب بالثورة هذا من واجب الأحزاب ومن طريعة عملها كانت تحقها بالثورة إيجابيا ويشكل ضخما وقوة لها لكن أن تتحول قيادة الثورة إلى هذه الأحزاب هي من تتحكم بمسارها ومعطياتها وشروطها كان هذا هو أول انتكاثة في هذه الثورة الأمر الثاني تسبب تفضلي هناك من يقول أن الثورة فشلت أو انتهت هل فعلا الثورة فشلت وانتهت أم مازلت مستمرة ولكن بشكل آخر هناك معايير مختلفة للحكم على نجاح أو فشل الثورة لا يمكن أن نطلق الحكم هكذا بتلقائية وبدون الدراسة وتفحص لما حدث الثورة حققت بعض من أحداثها فككت النظام أسقطت رموزه خلقت الصراعات فيما بين رموز وقوى هذا النظام وهذه إحدى علامات الثورة الثورات هناك فرق بين أن تكون ثورة أو انتفاضة الانتفاضة ربما تتهي دون أن يتحقق شيء أو يتغير في المعطيات على الواقع شيء لكن الثورة دائما تخلق صراعا أو انقساما داخل بنية النظام وهذا حدث في 2011 الثورة الثورة تخلق تغيرا اجتماعيا في توزيع السلطات في إزاحة السلطة من مكان إلى مكان هذا أيضا حدث وزيحة السلطة من العبد الله صحيح أنها توزعت بين قوى شتى لكن في الأول والأخير تم إزاحة مركز السلطة يبقى الأمر المهم أن أهداف الثورة الأهم وهي بناء دولة عادلة مدنية استعادة شساة اليمنيين تحقيق العدالة والتكافر بين مختلف فئة الشعب وقوى الاجتماعية والسياسية هذا الأمر لم يتحقق صحيح بالتأكيد هناك أسباب كثيرة بالتأكيد أولا لا يمكن أن تنجح ثورة في ظرف في زمن قصير الثورة دائما تحتاج إلى زمن طويل من أجل تحقيق كافة أهدافها ومن أجل أن نتحدث عن نجاحها لكن للأسف نحن الآن نعيش مرحلة انتسام مشتاة يمني لم نتحيله في كافة تصوراتنا الإنهزانية لكن على الأقل ما تزال مدى المواطن العادي والبسيط تلك الروح الوطنية التي يمكن البناء عليها وما تزال ثورة 11 فبراير تمثل أملا بالمسدى لليمنيين حاليا من يتصارع ليسهم الشعب اليمنيين من يتصارعهم قوة وبراكز قوة وقوة جديدة تشكلت لكن عندما نذهب إلى المواطن البسيط نجد أن لديه روحا وطنية وهم وطنيا أعلى من كافة هذه المشاريع الصغيرة لدى هذه القوة إذن الحديث عن قشر الثورة سيكون إذا ما نتج عن هذا القائم وعن هذا الوضع القائم فعلا تمزق اليمن أو شكاتها أما إذا تمكننا من الخروج من هذا المعذب فبالأكيد سيكون هذا نجاح آخر يضع إلى نجاح الثورة ولم يكون هو النجاح النهائي والخدامي بالتأكيد ما تزال المهام طويلة وكثيرة نعم وضح شكرا لنذهب مثلا ونضع في حال المقاومة الشعبية التي خرجت في 2015 وضح تحالف الحقيق شكرا جزيلا لك وضح ولكن نريد أن نتيح بعض الوقت لبقية المشاركين ومعنا على الخط من مأرب عبد الرحمن الهرش ينتظر لكي يتحدث شكرا جزيلا لك وضح كنت معي من القاهرة مرحبا بك عبد الرحمن أنت تحدثني من مأرب مساء الخير وفبراير مجيد مساء الخير مساء الخير لكم ومجميع المتابعين ومشاهدين القناة عبد الرحمن مأرب من المحافظات التي تحرص في كل عام على الاحتفال بفبراير احتفلت بفبراير عبد الرحمن نعم نعم احتفلت بفبراير هذا العام الكثير عبد الرحمن الكثير من من يروا احتفالات الناس والبعض بفبراير يستغربون على ماذا يتسألون على ماذا تحتفلون بماذا يمكن لك أن ترد عليهم هذا يعني يؤبر عن نظرة آلية ونظرة عن لحظية وليس نظرة طاحصة لأن الثورات بطبعها تمر بمراحل وبتحولات الثورة تمت بتغييرات جدرية وبزنائية منطقة تاريخ يقول أن ما حصل بدأ باحتجاجات تحولت إلى ثورة وهذه الثورة أكيد أن ما تمازل بالنظام كان مستبد وكان فاتد يسترد على الثورة والسلطة وبشكل مركبي ويحرم كثير من فيات المطنع فمن الطبيعة أن الثورة كانت تواصل مسارها لما بعد الاحتجاجات السلطة وذلك بإعلام الثورة المضادة التي قادها آلية عبدالله طالح نفسه واستعان بالحوتي كعطاء من ما يقوم به وهذا أمر معروف وموصق حتى بخطاباته هو شخصيا عام 2013 2014 هذه الثورة المضادة التي انطلقت وبشكل مسلاح أدى إلى تداعي أغناء الشعب للذكاء عن مصالح التي اقتبت الثورة أساسا لأن لو لم تتضرر مصالح المواطنين التي هي الأساس لما كان هناك ثورة من أساس ولا ثورة شعبية عامة شاملة الثورة الآن تمضي بجهود المواطنين رغم أن هناك قصير في أداء الأحجاب لحقيقة وهذا أمر جميل شيء وممكن هذا يرجع إلى طبيعة الأجيال السابقة لك تتعد الأجيال الثانية لها وأيضا كان هناك بعض المفارح هنا وهناك داخل الأحجاب مفتهم عن نظام نفسه حاليا لا الخيار من الشعب فيه الثورة ودولة اتحادية تضمن حقوق الجميل هذا في اعتقادي أنه ومنطقة السارس أعتقد أنه يفرض هذا الذي يحدث الآن نعم عبد الرحمن هناك من يتهم شباب الثورة كما نعلم أن انطلقت الثورة بشباب صادقين غير منتمين للأحزاب ثم دخلت الأحزاب على الخط وهناك من اتهمهم أنهم سماحوا للأحزاب بتوجه أو ربما تغيير مسار بسار الثورة هل كان لدى فعلا الشباب القدرة على امسك زمام الأمور وعدم السماح للأحزاب بالتدخل هل كانت البيئة في اليمن وتسمح لشباب أن يقود ثورتهم حتى النهاية القول القول من الشباب أنا كنت أحدهم وكاننا تغير من أنهم أخترق ثم نحن أساسا في حزاب قليل من الذين يكن متحزين قليلين وهذا حقيقة للتاريخ نحن كنا متجذبين من العمل الحزبي ومضينا حتى الآن لم تعد الأحزاب وأصدرنا تماما وكثير تعافظتنا معها ومثال على ذلك مثلا حتى الوقت تدو قبل قبل الزارحة حتى بدين استقالة نحن أصبح منهم الشعب لم يعدهم من منطقاء أو الحز فرضت علينا المرحلة ذلك ليس أنا وليس فلان أو فلان أبن عظمنا هكذا ما أقصده عبد الرحمن هل كانت فعلا المؤامرة من قبل الأحزاب التي كانت جزء من الثمرة من الثورة عفوا أم أن المؤامرة كانت أكبر كانت من الخارج من الجيران الأمور أساسا فرض يعني التورة دائما لها أداءها المصالح والموارد والشعب يريد أن تكون هذه الموارد والمصالح وسطنطتها في يد الشعب فلان كثير برد وتهتهم الشباب هذا كلام غير واقعي نحن حتى الآن لم نطلب تورة مسلحة من الزمرة على الجميع بحيث أننا نستلم بنا نقصد بطريقة الثورات المسلحة من الزمرة على طريقة جيكارة أو ثورة سينية بدأنا بطريقة سينية وماضين حتى الآن مع الشعب بما يقتضي مصالح الشعب وبأقل الضرار الأحزاب لها قصور ولها إجابية الأحزاب فهمت في الثورة القلوب أنها لم تساهم بشكل سليم وبالتصرف صحيح وبالتصرف أن تتفاوض المصالح الشعب بشكل سليم مثل ما حصل في السجدان أو في بعض الضيال أيضا لن يستمر يجب لكنها فهمت بقدر وقعها هذا وقعها الاجتماعي في هذا المحك كما يعني يجب القول بكذا أنه نعم أو لا غير صحيح يعني بالشكل هذا نحن حتى الآن يقصد مواصل وليس لنا أي مكاتب معظم شراب الثورة أساسا لم يشاركوا في السلطة حتى الآن نحن ندفع الثمان الآن كثير إن شاء الله الثورة يقتلون الآن في الجبهات بصمت حتى نحن جمالنا الذين في الخارج ربما لا يعلمون ربما لا يعلمون أننا من عام 2015 معانا من واقعها من انتلاب والثورة موادة سوى شباب الثورة والذين قمنا بالتعبية وبالمواجهة طرد علينا ذلك العامر أن نكون في خط المواجهة نعم وصلت الفكرة عبد الرحمن شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام يتصل آخر هذه المرة من روسيا معنا يوسف باحاج مرحبا بك يوسف مرحبا بك وبالسادة المشاهدين مساء الخير وفبراير مجيد وما الذي يمثله فبراير بالنسبة لك يوسف في البداية أود نوجه تحية إجلال لكل ثوار فبراير المجيد في الداخل والخارج وتحية لجرح فبراير والخلود والرحمة للشهداء وتحية لكم في قناة بلقيس أراد ثورة ومبرها الحر فبراير ماذا يعني لنا فبراير فبراير يعني لنا هذه الثورة الشعبية السلمية التي خرج بها الشباب انتفقوا ضد طاغية وضد نظام حكم البلاد 33 سنة أفسد فيها وبدأ لتأسيس نظام توريس وبدأ ينقلب على أهداف ثورتين سبتمبر وأكتوبر المجيدة هذه فبراير تعني لنا الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي طورت أجمل صورة الشلمية في الجمن يوسف لو عاد بك الزمن هل ستشارك هل أنت نادم على مشاركتك لا لم أندم ولن أندم ولو عيد فبراير سأشارك وسأخرج كيف يمكن أن تقنع أولئك الذين يقولون لو عاد بنا الزمن لن نخرج ما حدث هو ما تسبب بما وصلنا إليه ستشارك بين الزمان لن نشارك في فبراير أو لن نخرج في فبراير يعزي في فبراير ثورة حققت أهداف أسقطت نظام الحكم ألغت نظام التوريث بعد ثورة فبراير تم انتخابات الرئيس جمهورية تم تشكيل حكومة توافقية تم صياغة مخرجات الشوار الوطني تم التوافق عليها من جميع قياس المجتمع اليمني هذه المخرجات كنا أمام مرحلة مصفلية بعد فبراير وجدنا وجدنا أن الأمور تحسنت نوعا ما وبدأنا نؤسس لمرحلة جديدة لكن على الجميع أن الغلط لم يكن في فبراير فبراير كانت نتيجة ضرورية للاحتقال الذي حصل ولكن ما حصل بعد فبراير هو من نحمله النتيجة الانقلاب الذي قاده الذي قاده علي عبدالله صالح وميليشيات وميليشيات الحوثي هو من أوصل أوصلنا إلى هذه الأوضاع أوصل البلد إلى هذه النتيجة إلى ما نرى نحن اليوم نعم والكارثة أن من شارك بالانقلاب هم من كانوا جزء من الثورة كيف يمكن أن نفهم من كانوا جزء من الثورة ومشاركين في الثورة بعدها هم من يقومون بمد يدهم يدهم للتحالف مع من قاموا عليه بالثورة كيف يمكن فهم هذه المعادلة هذه المعادلة صابت نعمة ولكن نستطيع أن نقول أنهم لم يشاركوا في ثورة فبراير بمعنى الكلمة ولكن كانت لهم أهداف أم مثلا لدينا أحزاب سياسية كانت لدينا أهداف معينة تريد تحقيقها المشاركة في الحكومة الوصول للسلطة على تبحيات الشباب وغيرها تمت هذه الأهداف ثم بعد ذلك انقلبوا وتحالفوا مع المقلوع على ثورة فبراير أوجه كلمة أن من كان يؤمن بفبراير فإن فبراير لا يزال موجود حي باقي بيننا إلى هذه النحظة فبراير يا عزيزتي الآن هو ما يتم الآن من زحر الانقلاب والميليشيات الشوثية من العاصمة الصنعاء وهذا استكمالا لثورة فبراير الانقلابين الذين يتم محاربتهم في جنوب اليمن الذين حاولوا أن ينقلبوا على الشرعية أيضا هذا هو استكمالا لفبراير فبراير موجود في ناهم موجود في لاحق في حضر موط في كل المحافظات اليمنية فبراير حي وباقي لا يموت على الإطلاق فبراير حي وباقي لا يموت على الإطلاق شكرا جزيلا لك يوسف على هذا الختام شكرا لك أنك كنت معنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام اتصال هذه المرة من الجزائر معنا رضوان حبيش مرحبا بك رضوان مساء الخير وفبراير مجد مساء الخير مساء الثورة وكل عام وأنت ومن نظر في درد الثورة إن شاء الله بكل خير رضوان بما نقلت مساء الخير مساء الثورة إذن أنت من شباب الثورة بعد تسع سنوات هل الثورة خيبت آمالك أما زلت متمسك بإيمانك بالثورة وبأمالها وبأهدافها وبمشروعها أولا كيبت الكريمة الثورة ما زلت مستمرة وما زلنا مؤمنين بها وإن شاء الله ستتحقق بضية أهدافها إن شاء الله هناك بعض النقال إذا سمحكين في ذلك أريد أن أوضحها تفضل هناك ما تعرضه ما تعرضه للثورة التخبيل بالأسف تابعنا إعلاميين وناشطين وبشباطين وقتلت الأحزاب اليمنية سواء في وسائل التوافل الاجتماعي أو بعض الواضحة التخمارية أن سبب ما وصلت إليها اليمن قد حربوا دمار وقتل من يسوره التغيير وكانوا هناك أم الزملاء كانوا مساء التغيير للأسف معها في ذلك أريد الثورة كانت شبابية رغم السلبيات ومن تسلق على أمال وضموحات الشباب لتغيير أفضل معروفون في وضوح الشمس من أوصل اليمن فيدي الكريم لهذه المرحلة هم كل حياتي وموضوعية أن نظام عائلي وليس التابق نظام عائلي سمح بفضل مراكب صيفية من أكثر من 17 سنة داخل مدارة الحكومية الجماعة الحوثي لتدريف أفكارهم الهدامة وملازم مدينية التي كانت الغضاء لما وصلنا إليه أو لما وصلوا إليه اليوم من أوصل الاطلاع في ذلك هم المشائخ والنزع القدلية التي كانت التي ذلك تعطي قانونة في عهد الرئيس المخلوع كان يسرحون ويمرحون كما يشاءون اتخلاح وكانت تصرف تصرف ملايين وريالات بكل شيخ من هذه الأموال ومن بينهم جدي للأمانة وبكل صراحة وكنت مطلع على ذلك الأسف أيضا جيش وضني بحيث لم يكن هناك جيش بمعنى الكلمة بل كانت جيادات وناططية من سبحان وحاشد وبكين الأحزاب اليمنية أيضا بأكملها لن أقول الشباب منهم ففيهم من يعلم أن الشخصيات الفاسدة والطاعنة في السن فمن أوصل من البلاد لهذه لما هي عليه الآن أيضا الأشجار السعودي والطاعنة الإمارات التي أوهمتنا جميعا أوهمت الشرعية إذا عرفنا هذا الشيء باستعادة الشرعية إيران التي لم يكن منها إلا الشر وليس غيرها عبر ميليشيات توفية للأسف هم أدا في أيديها سيدة الكريمة وأيضا المدينة يمجدون النظام السابق وزعيمهم إذا أردنا أن نمجد شخص سيدة الكريمة وأردنا أن نعترف بمواقف ومنجزات تقصة باليمن فلنترحم على الشهيد الرئيس إبراهيم الحمد رحمة الله عليه يستطيع أي شخص واعي أن يعلم من جام بكثل المشروع اليمن والدولة المدنية التي كنا نسعى إليها وما ذلنا نسعى إليها واختيالها والتي لأسف هم المقلوح والسعودية والمشايخ الذين أوقفهم الرئيس الحمد عند حدهم هم السابق الرئيسي فيما كان وفيما وصلنا إليه كنت أتمنى وواعي أتمنى وأن نجعل من هذه الحرب انضلاقة لتحقيق ما تبدأ من أهداف الثورة التي كنا قابقا وثينا وأدنى من تحقيق الثورة لأهدافها والانتقال لمرحلة جديدة ومعكمل الحوار الوضني كان حقير دليل على ذلك من أفشله بالاختيالات في صنعاء سواء أعضاء طريق الحوار أو الانتجارات والسباحة المدن والشعارات الوهمية يفيد هم وفقد ويتحمل وليس الشباب التغيير عندما نرى تصريحات قيادة إماراتية في الأهداف الأخيرة عن ما حدثت هذه الدولة في اليمن من انتصارات وهمية ومدعم الشرعية وما تروز له والله العظيم ونؤمن أن لها يد في فشل الحوار الوضني وإن الاختيالات السابقة والأخيرات لخير الدليل على الموائل المضيطة لهذه الإمارة نعم وبهذه العقيدة الثابتة والإمانة الثابت بفبراير التي تمتلكها رضوان وجميع شباب الثورة سنصل إن شاء الله شكرا جزيلا لك رضوان حبيش كنت معنا من الجزائر مشاهدنا الكرام الآن وختامها ميسك ينضم معنا أحد زملاء الثورة زملاء النضال وزميل المهنة الصحفي هيكل العريقي مرحبا بك هيكل مساء الخير وفبراير مجيد هيكل مرحبا بك وفبراير مجيد لروح أولئك الأبطال المجين نضحه ورويدنا لأن في ظورة الحادي عشر من ببراير تحية لكل التغوار الأحراض الذين لا يزالون على الدرد ماضون ببراير حيث أرواحنا ببراير ميلاد أمة ميلاد شعب أراد التخلص من الكهلود أراد التخلص من الظلم خرجنا في الحادي عشر من ببراير في 2011 لنقول لهذه الأمة عليك أن تترضي ضد هذا الحكم الذي ظلنا 33 سنة جاثما على قلوبنا ينشر فينا الأمراض والجاهل والفقر والأمية في ببراير ذكرى ستظل حية في قلوبنا وفي قلوب أحسادنا بإذن الله هذه كلمة الذي يجعلك متمسك بإيمانك بفبراير ما يجعني متمسك بثورة الحادي عشر من ببراير هو الأمل الأمل المشرق الذي يسكن قلب كل يمني يطمح أن يرى بلده بلداً مستقر عامناً يمارس الديمقراطية انتقل فيه السلطة بشكل سلمي نتمسك بإذن الله ببراير لأنه هو الخلاص لهذه الأمة العظيمة التي تحمل تاريخ والثقاثة يعيز عنها الشعوب الأخرى نتمكن لكها اليوم في الذكرة التاسعة لن أتحدث كثيراً عن ببراير فقد ندحوه من قبلي وببراير لا يحتاج إلى المديح لكني سأتكلم عن ماذا حققنا بعد ماضي تسعة سنوات من إحدى عشر ببراير هناك سلبيات لا ننكرها نحن كثوار وهناك إيجابيات ثورة الحدي عشر من ببراير تآمر عليها الجميع منذ ولادتها في أول لحظاتها صحيح دعيني أقول أن اللقاء المشترك كان أحد أسباب بطء وتحقيق هدف حدي عشر ببراير هنا كشباب نعارض من ضمام الأحزاب لأنها ظن منظومة الحكم الذي خرجنا ضده في ذلك الوقت لكن جغرافية أو إجلوجية الشعب اليمني فرضت علينا استقبالهم في الساحة كذلك جماعة الحوثي انضمت إلينا ولم نكن استطيع في ذلك الوقت أن نقول لها لا بحكم مضوميتها ما قبل 2015 ثورة حدي عشر ببراير خلال السنة كانت الأولى من انطلاقتها حققت أشياء كثيرة حققت مؤتمر الحوار لمس الشعب اليمني نتائج لثورة الحدي عشر ببراير تمثلها في إسقاط رأس الهرم علي عبدالله صالح رغم أننا كنا نتمنى في ذلك الوقت إسقاط الهرم بالكامل كمنظومة فساد وليس رأس الهرم لا غير جاءت ميليشية الحوثي انقلبت على ثورة الحدي عشر ببراير حدثت حدث كثيرة ومتسارعة خلال سنوات كانت ما بين شدين وقال اليوم للأسف الشديد ما يؤلمنا كثوار حدي عشر ببراير هي خروض بالمصالحة مع من نتصالح أختي أمل نتصالح مع من شفك الدماء نتصالح مع من دعم الميليشية نتصالح مع من انقلب على كل المواثيق والأهود الإنسانية مع من نتصالح يجب أن نطلح أسئلة كثيرة في ذكرة التاسعة لثورة ببراير اليوم في هذا اليوم الأغرر لم تحتفل سواء تعز تعز من وقابة شعورة الحدي عشر ببراير أين مارد أين الجنوب أسئلة كثيرة يجب أن نطلح على الطاولة لتعود روح ببراير إلى الشعب هذا وينتصالح جديد ورغم أن تعز ربما هي أكثر من عقبت على فبراير وهي الآن ما زالت هي أكثر من تحت بفبراير وأكثر من يتمسك ويؤمن بفبراير صحيح تعز هي أمة ثورات تعز هي القلب الناطب للثورات اليمنية منذ ثورة ستنبر إلى ثورة 14 أكتوبر إلى ثورة 11 أكتوبر من فبراير رغم كل المؤامرات إلا أن ثقافة أبناء تعز هي من تؤهلهم ليكونوا في صدارة المشهد دوما احتفلوا هذا العام بعض المحاضرات الأخرى كما قلت لك حزت في قلوبنا أن لا تحتفل وأن لا توقع شعلت ببراير وهي في كل عام كانت توقعها مثال مارب وغيرها لكن نتمنى أن تنتهيه هذه الحرب وأن تعد ثورة ببراير إلى الصدارة لتحقق أهدافها أهداف ببراير إلى اليوم لم تتحقق كاملة أمال ولكن يكون صريحين معكم لم نتحقق أهدافها حتى من طلع إلى السلطة من شباب 11 ببراير لم يحققوا أهداف ببراير بل انقلبوا على أهداف ببراير ومارسوا فتاة أعظم من فتاة الذي كان متواجد في ثورة 11 ببراير سهل ويكفينا شرف المحاولة هيكل العريقي كنت الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من السعودية شكرا جزيلا لك هيكل إذن مشاهدنا الكرام الآن نذهب لاستطلاع التعليقات التي وصلت على موضوع هذه الحلقة ونبدأ باستعراض أبرز هذه التعليقات معنا تعليق من يحيا الحمدي يقول يحيا لا يلعبوش بعقلك اليمن قبل 11 فبراير لم يكن سويسرا ولم تقم ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية إلا وقد صنف على أنه دولة فاشلة والأوضاع الاقتصادية قد تجاوزت سقف الاحتمال والفساد والبطالة قد بلغا وجهما في ظل تعنت واستقواء السلطة وانفرادها بالقرار وتعديلاتها التمديدية المستمرة للدستور فلا تحمل ثورة فبراير ما ليس من وزرها وأعلم بأنها أنتجت صندوق اقتراع وإن كان شكليا وأنهت مشروع التوريث وأنتجت حوارا وطنيا التفى حول مخرجاته كل اليمنيين لمختلف أطيافهم السياسية والفكرية فمن العار أن تتنكر لشباب خرجوا حاملين صدورهم في مواجهة الموت ثم تترك من تسبب بقلب الطاولة على رؤوس الجميع تحية لك يحية على كل ما قلته بهذا التعليق وتعليق آخر لأشرف الريفي يقول أشرف لم تحقق ثورة 11 من فبراير كامل أهدافها لكنها تبقى أصدق وأطهر حدث شعبي للتغيير تكالبت عليه مراكز القوى المصلحية وأصحاب النطامة الداخلية والقوى الإقليمية والدولية التي أبقت اليمن لعقود تحت إمرتها ومن أخطاء الثورة أنها سلمت مقاليد الأمور لنخبة سياسية تقليدية فاشلة وفاسدة لم تكن من أبناء الثورة الحقيقيين ولا في حجم الحدث وطموحات الشعب وتحديات المرحلة فضيعة الجمل بما حمل تعليق آخر تعليق آخر لخالد بقلان يقول خالد فبراير حدث يمني مهم لا يعني أحزاب ولا تكتل ولا معارضة يعني كسر حواجز الخوف ومثالية شباب ثائر يرفض الجمود والواقع الملبد بسحب الفساد وغيوم الاستبداد وبوارق التوريث شباب يطمح لدولة مواطنة وقانون ونظام إداري لا مركزي يحقق عدالة التوزيع للفرص والتقسيم الإداري الأنسب لطبيعة اليمن وتنوعه إنه حدث يمني ظل الأجمل والأهم وبفضله سيدون المؤرخين أنه حالة متقدمة في بلد فقير بفعل سوء الإدارة والنظام الإداري المعضل والجهاز الإداري الفاشل وأن اليمنيين عندما ثاروا إنما قطعوا شوطا كبيرا وكانوا سباقين لخوض جولة ثورية تلتها ملحمة صراع دامي سياليه استقرار وتقدم وازدهار متأخرين إن شاء الله خالد التفاول جميل تعليق أخير من وسام محمد وسام يقول ثورة فبراير كانت لكل الناس باستثناء من قامت ضدهم واللي هم أساسا ضد الناس هو حقهم في الحرية والعدالة والمساومة والمساواة ما لناش دخل باللي ركب واللي نزل اللي نعرفه إن أي حركة جديدة أو طيار سينتمي لفبراير بالضرورة سيكون حق الناس كلهم والناس كلهم مش ضروري تشمل التعبانين والمنحطين وأصحاب الحسابات الهبلة وكمان طبيعي يبقى هناك من سيرغب فيه ركوب على أي عمل صادق بهدف تميعه أو حرفه لكن ضمن مساحة ستظل تضيق كلما راكمت الناس مزيد من الوعي والخبرة فبراير ما هيش عشان نستحي منها أو نرتد عنها بل هي الشيء الوحيد الذي نفخر حتى الآن إننا صنعنا وكنا جزء منه ببساطة لأنها كانت أعظم لحظة أعظم لحظة التجلي والصدق وعنفوان مش بس لنا كيمنين ولكن لشعوبنا العربية كلها إذن بهذا التعليق لي وسام نصل إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدنا الكرام بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر كل من كان ضيف معي في هذه الحلقة كل من تفاعل معنا في هذه الحلقة والشكر هو موصول لزميلي معد ومنتج البرنامج الزميل عمر النهمي وأيضا منسقة الاتصالة الزميلة وداد أحمد نشكركم مشاهدنا الكرام على الحسن المتابعة ونلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة